هناك عدة فوائد صحية للبيض المسلوق وذلك لأنه يحتوي على الفيتامينات والمراكبات الغنية إذ يعتبر البيض المسلوق من أفضل وأسهل الوجبات الخفيفة وأغناها بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم وبخصوص أهمية البيض فهو يعتبر غذاء متكاملا تتجلى أهميته في تنوع مكوناته إذ تحتوي بيض مسلوق واحد على مجموعة من الفيتامينات المتنوعة مثل فيتامين A و فيتامين B5 و فيتامين B12 و فيتامين B2 المعادن المختلفة مثل الكالسيوم والزنك والسيلينيوم إضافة إلى الأوميغا 3 أما بخصوص السعورات الحرارية تحتوي البيض على 77 سعورا حراريا 6 جرامات من البروتين و 5 جرامات من الدهون السحية ونصح أحد الطباء الأشخاص بتناول بيض مسلوق يوميا على الريق وذلك للفوائد التالية أولا يحصن صحة الدماغ تناول البيض يؤدي إلى تحسين وظائف الدماغ بصورة جيدة لأنه يحتوي على كمية كبيرة من مادة الكولين التي تعمل على تخفيف التهابات الدماغ وخاصة الالتهابات التي لها علاقة بمرض الزهايمر كما يعد سفار البيض مصدرا غنيا بالأحماض الأمينية أوميغا 3 المفيدة للجسم والدماغ ثانيا يحافظ على صحة الجنين يحتوي البيض المسلوق على نسبة عالية من عنصر الكالسيوم الضرورية جدا للحفاظ على صحة وقوة العظام والمفاصل والأظافر والشعر لدى المرأة الحامل وكذلك هو غني جدا بالبروتين الذي يعتبر أساسا لنمو كافة خلايا الجسم لدى الجنين مما يضمن له النمو الداخلية والخارجية السليمة والمتكامل دون تشكل تشوهات الخلقية ثالثا يمنع فقر الدم فقر الدم هو نقص في خلايا الدم الحمراء أو الهيموغلوبين في الجسم وإذا كان لديك عدد قليل جدا من خلايا الدم الحمراء أو الهيموغلوبين فإن خلايا الجسم لا تحصل على ما يكفي من الأوكسيجين والغذاء لذلك يشهر البيض بأنه غني بفيتامين بي 12 والذي يعتبر من العناصر الغذائية الأساسية التي تعمل عن نمو خلايا الدم الحمراء وبالتالي محاربة الأنيميا أو ما يعرف بفقر الدم رابعا يقوي العظام البيض يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والذي يلعب دورا أساسيا في تكثيف أنسجة العظام ويقوي من تلاحمها وبالتالي فهو يعالج مشكلة ترقق العظام وضعفها مما يؤدي إلى تقرير من نسبة تعرضها للسكر أو يقل من حدة الصدمات على العظام لذلك فإن تناول البيض المسلوق يساعد بشكل قوي في بناء العظام الداخليا وتكوينها خامسا صحة الجلد البيض المسلوق يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسادة وهذه المواد تعمل على معادلة الجذور الحرة بالجسم وبالتالي فهي تساعد على المحافظة على صحة الجلد والحصول على جلد صحي وبشرة نظرة وصحية سادسا يعمل على بناء العضلات يعتبر البيض المسلوق من المصادر الجيدة للبروتينات وهو من المأكلات المشبعة ذات قيمة غذائية عالية لما يوجد به من أحماض أمينية متعددة وأيضا الحديد والفيتامينات التي تعمل على بناء عضلات الجسم بشكل سليم كما أن البيض غني بالسيلينيوم ومضادات الأكسادة التي تمنع تلف الأنسجام مما يحافظ على سلامة العضلات وقوتها سابعا يساعد في تنظيم الكوليستيرول يوفر البيض المسلوق نوعا من الدهون الجيدة والمعروفة بالدهون الأحادية غير المشبعة والدهون الجيدة المشبعة لذلك فهو يساعد في خفض الكوليستيرول السيء في الجسم والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب ثامنا يحسن من الرؤية يحتوي بياض البيض على مادة اللوتين وهي مفيدة للغاية في منع الضمور البقعي والحد من خطر اعتام عدسة العين النامية كما أن الآثار المضادة للأكسدا له تساعد على تقوية شبكية العين وحيماية العينين من أدرار الجذور الحرة والأشعى فوق البنفسزية للشمس تاسعا مفيدة لخسارة الوزن إن تناول بيض على الإفطار يساعد الأشخاص على شعور بالامتلاء لفترات طويلة ويقلل من مقدار الطعام الذي يتناولونه أثاء اليوم الأمر الذي ينتج عنه انخفاض ملحوظ في كدلة الجسم ومحيط الخسر عاشرا فوائد البيض في الريجيم أظهرت الدراسات الحديثة أنه في حالة سمنة فإن تناول البيض كل سباق يسبب انخفاضا منطبطا في الوزن انخفاض مضاعف في الوزن مقارنة مع الإفطار من دون بيضة بالمناسبة فقد أظهرت ذات الدراسات أنه بالنسبة لعوامل الخطر الأخرى للإصابة بأمراض القلب مثل العمر العامل الوراثي التدخين النظام الغذائي والسمنة الكوليستيرول والرياضة فإن مساهمة البيض في زيادة مستوى الخطر تقترب من الصفر صفر